مشوار الألف ميل يبدأ في خطوة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلابي الرائعين أسعد الله أوقاتكم حيثما كنتم ربي يسعدتكم ويفرحني فيكم يا أصحاب الهمم بإذن الله تعالى يدم بيد نحو العلامة الكاملة مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة وإن شاء الله اليوم رح نرسم خارطة الطريق لدورتنا خلال الفصل الأول كاملا في هذا الفيديو رح نعرض عليك الخطة اللي رح نمشي عليها طلابي كم المدة كيف رح نتعامل مع المادة متى رح نختم هذا كله إن شاء الله تعالى رح يكون معنا بحلقتنا لهذه اليوم أول شي بنبدأ بالخطة العامة لختم مادة الرضيات وإحنا بنحكي عن مادة الفصل الأول بهذا الفيديو لازم نعرف على إنه بدنا نحكي عن مادة الفصل الأول بتشرف فيكم دائما وأبدا في عنا مجموعة من الملاحظات اللي لازم ننتبه لها ألا وهي الملاحظة الأولى إنه مدة ختم المادة باختصار الفصل الأول هي خمسة شهور خلال خمس أشهر رح نختم مادة الفصل الأول بإذن الله تعالى متى ما بلشت بدك خمس أشهر إن بلشت بواحد سبعة إن بلشت بواحد ثمانية خمسة عشر سبعة خمسة عشر ثمانية مع بداية المدرسة عشرين ثمانية واحد تسعة إحنا بحاجة إلى خمس أشهر لذلك أنا ما أعطي التواريخ أعطيتك خمس أشهر من لحظة اللي تبلش بدك تعد معاي أيام وأشهر بإذن الله تعالى هاي الخطة تزبط لطالب بلش من بداية الصيف طالب بلش بنص العطلة الصيفية طالب بلش في واحد تسعة مع بداية المدرسة بإذن الله تعالى رح تزبط معاه وتكون أموره ماشي بالسليم ولو إنه الطالب اللي ينبلش فيه واحد تسعة قد يكون ختمته في نهاية شهر واحد فممكن إنه يضغط حاله شيء قليلا بحيث يخلص في نص شهر واحد بإذن الله تعالى الشغل الثاني اللي بدنا نحكي عنها إنه مش كل الوحد وكل الدروس مرتبة حسب ترتيب الكتاب وهذا حكيت عنه بفيديو سابق اللي هو عنوانه قبل أن تبدأ جدا مهم ضروري إنك تحضر هذا الفيديو لازم تعرف كيف ماشيين الآن في كثير من المواضيع أنا مرتبها كتسلسل أفكار زي الوحدة الأولى على سبيل المثال أنا ما بشرحة درس بدرسه لكن في نهاية الوحدة الأولى رح تعرف أنه أنا خلصت الوحدة كاملة بإذن الله تعالى مش منقوصة ولا شيء مش منقوصة أي شيء بإذن الله تعالى كاملة لكن رتبتها ترتيب أفكار بحيث يكون أسهل إلى الطالب من حيث أنه يميز فكرة عن أخرى أيضاً أنه يقارن بين الأفكار المتقاربة أو المتشابهة في مادتنا مادة رضيات للفصل الأول بإذن الله تعالى فرح تلاحظ أنه في الوحدة الأولى الترتيب ترتيب أفكار مش ترتيب نفس ترتيب الكتاب وهاي ملاحظة مهمة جدا البعض يظن أني منتقص شيء لكن صدقاً بإذن الله تعالى كل شيء رح يكون موجود معاك وهذا الحكي اللي موجود عنا واللي نبهنا عليه الشرح والدسيات إخواني دايماً الشرح والدسيات بيشمل كل أسئلة الكتاب كتاب الطالب وكتاب التدريبات ورح تلاحظ أنه في بعض الأسئلة الإضافية أو بمجموعة من أسئلة الوزارة بإذن الله تعالى على المواضيع المطلوبة مننا بإذن الله تعالى لذلك هل في داعي أرجع للكتاب؟ صدقاً أنت مش بحاجة أنك ترجع للكتاب ما هو أصلاً مرجعنا الأساسي هو الكتاب لكن بكرة مع المدرسة إن شاء الله رح تبدأ مع أستاذك في المدرسة في مواضيع الكتاب ورح تشوف أنك أنت أخدت كل شيء بإذن الله تعالى الخطة تناسب جميع الطلبة حتى لو بدأ متأخراً أنه طالب ما بلش من فترة الصيف أنا بلشت بواحد تسعة هسألي ببلش بواحد سبعة فبالتالي عنده شهر سبعة ثمانية تسعة عشرة لنهاية إحداش يعني واحد اتناش بإذن الله تعالى بتكون خاتم المادة كاملة مع مراجعتها بإذن الله تعالى طالب ببلش بواحد ثمانية بيخلص بواحد وثلاثين اتناش طالب ببلش بخمستاش ثمانية على سبيل المثال بيخلص بخمستاش واحد طالب ببلش بواحد تسعة بيخلص بواحد وثلاثين واحد مع العلم أنه والله واحد وثلاثين واحد أنا باعتبرها شوي متأخراً ممكن أنت تضغط أيام بحيث تعطي جهد أكبر بحيث أنك تخلص قبل بأسبوعين فما في خوف أنت متى بلشت متى بدايت فالخطة مبنية على عدد أيام فلازم أنه أنت تكون منتبه وماشي على الخطة بالترتيب الآن حتى لو أنت تأخرت في الخطة أنا بتمنى أنكم كلكم على قدر المسؤولية بإذن الله أنا بفضل أنك تمشي على الخطة زي ما أنا كتب لك إياها بحيث أنك ما تتأخر في المادة طالب والله أخر أسبوع أخر حلا ما عنا قضية ما عنا مشكلة لطالب بلش مبكراً والله أنا بلشت بواحد سابعة تأخرت أسبوع بصدقاً ما عنا أي مشكلة لو تأخرت أسبوع إذا أنت من الطلاب اللي بلشوا مبكراً لكن أنا بفضل حتى ما تتراكم عليك المادة ما لا سمح الله يبدأ الفصل الثاني وإنت عليك أجزاء من المادة أنه الكسر اللي صار عندك كسرت بحصة تأخرت بحصة حصين لظرف ما أنك تحاول تعوضه في الأسبوع اللي بعده أو توزحهم أنا تأخرت والله في أسبوع ممكن أعوضه في الأسبوعين اللي بعدهم بإذن الله تعالى طيب افرض أنا خلصت الأسبوع هل أبدأ فيه برنامج الأسبوع اللي بعده أستاذي حاب تبدأ وتبكر الموضوع ما عنا مشكلة لكن الأفضل أنك أنت تمشي حسب الترتيب بحيث تكون الفيديوهات بإذن الله تعالى نازلة نقطة رقم اثنين بحيث أن المادة تأخذ حقها إخواني مادة الرياضيات حكينا عن كيفية دراسة مادة الرياضيات لا تقرأ قراءة أنت مش بس والله أنا بشتغل وبقرأ أو بحضر الفيديوهات زي المسلسل التركي وبمشي للي بعده أبداً بدك تدير بالك كل مادة بدك تدرسها كل حلقة كل حصة بدك تحضرها بدك تحلها في إيدك فالبرنامج مبني لو أنت اشتغلت زي ما أنا حكيت لك كيف تدرس مادة الرياضيات ما رح يكون عندك وقت أصلاً تسبق إلا إذا أنت أهملت المواد الأخرى وإحنا مادتنا مش بس مادة الرياضيات رح نشوف الآن البرنامج كيف موزع لك الحصص وكيف بدنا نتعامل معه بإذن الله تعالى البرنامج هون رح يتعامل مع المواد أو مع المادة حسب الأشهر عشان ما أكتب لك أسبيع لأنه في مواضيع قد تحتاج سبع أيام اللي هو تخلطيها في عوضون أسبوع في بعض المواضيع تحتاج عشر أيام فعشان هيك أنا محدد لك ياها بالأيام لما نيجي نحكي عن الشهر الأول أول سبع أيام منه وأنا رح أبدأ من التأسيس نفطل الطالب مخلص التأسيس بإمكانه يبدأ من الأسبوع الثالث بإمكانه يبدأ من الأسبوع الثالث لكن صدقاً أنا بنصح إنك تبدأ مع البرنامج وتعيد التأسيس إخواني كلما أنا تمكنت من التأسيس وكنت أقوى كلما كان أمورك أفضل في المادة بإذن الله تعالى فعشان هيك النصيحة إنك تبدأ من التأسيس في طلاب درس التأسيس مبكراً درسوا والله بشهر ثلاث الآن أنت بأعتقد إنه في جزء منكم نسي هذا الإشي نسي اللي درسوا سابقاً فبالتالي لا بأس إنك تبدأ من التأسيس لا والله أنا متقنه وضعي 100% فيه بإمكانك تبدأ من الأسبوع اللي بعده أنا الآن بدي أبدأ في المادة رح تبدأ في التأسيس في أول سبع أيام رح تغطي أربع مواضيع هاي المواضيع عادة عادة بيكون عليها فيديو طبعاً قد يكون أكثر من فيديو حسب الموجود عندك فإحنا بدنا نلتزم فيهم الآن التأسيس الأربع حصص الأولى هاي رح تكون كل فيديو أو كل موضوع بفيديو مستقل في التأسيس الأول اللي متعامل فيه على استخدام الإشارات الكسور قوانين الأسس هذا التأسيس اللي الجزء منه للأسف بيغلط فيه أو ما بيعرف يتعامل معاه فلازم أنت تكون عارفه وكيف تشتغل عليه بعدها رح تيجي للتحليل العوامل وحل المعادلة وهذا فعلياً جزئين نازل بفيديوهين فبدك أنت تدرسهم خلال هذا الأسبوع حل المعادلات ودراسة إشارة الإقتران كيف تحل المعادلات نظام المعادلات الخطية خطية وتربيعية معادلتين تربيعيات كله موجود هون مع دراسة إشارة الإقتران هاي الموضوع بسيطة عشان هيك حطت لك إياها في أسبوع واحد أنت ممكن تشتغل عليها يوم آه يوم لا زي ما بدك لكن هاي المواضيع ما بدها الوقت الكبير اللي أنك تيجي تتعامل معاه ويفضل أنك تكتب أنت عيش ملاحظاتك في السبع أيام اللي بعدها الأسبوع اللي بعده رح تدرس وتتعرف على أنواع الإقترانات اللي الفصل أو المادة كاملة مبنية عليهم أنواع الإقترانات ثلاث أجزاء كل واحد بنحكي فيه عن نوع أو نوعين من الإقترانات عن كثيرات الحدود الإقترانات الجذرية الإقترانات المثلثية أو الدائرية النسبي القيمة المطلقة الإقتران المتشاعب فبعرفك على أنواع الإقترانات هاي كانت اللي هي الفيديوهات والأسبوعين هدول لا إشي اسمه التأسيس العام إشي اسمه التأسيس العام هسا ضمن المادة فيه عندنا تأسيس خاص حسب المواضيع حسب المواضيع بدنا نتعامل معه تعال نشوف الآن في الأسبوع الثالث رح تبدأ معاي في الوحدة الأولى على خير وهدات بال رح نبدأ أيضا في مراجعة لكن هون تأسيس خاص يخص موضوع في الوحدة الأولى رح نبدأ في مراجعة النهايات ومراجعة الاتصال وتعريف المشتقة وهي ثلاث مواضيع أخدتها من مادة الأول ثانوي إنت كنت ما خدها في مادة الأول ثانوي فرح يكون في لهم هدولة مراجعة بحيث نستطيع أنه ننتقل على الموضوع اللي موجود عنا في مادتنا في الدرس الأول ألا وهو الاتصال والاشتقاق إذا أنا فهمت هاد وموري تمام رح تلاحظ أنه الاتصال والاشتقاق موضوع جدا بسيط وسهل موضوع جدا بسيط وسهل في الأسبوع الرابع برضو رح نرجع لتأسيس خاص واللي هو مراجعة قواعد الاشتقاق في عنا خمس أو ست قواعد أخدتها في مادة الأول ثانوي رح نعطيك إياها ونذكرك فيها ونطبق عليها مجموعة من الأسئلة بعديها رح نبدأ في مشتقة الإقتران الأسي واللغارتمي رح نبدأ في مشتقة الإقتران الأسي واللغارتمي سواء الطبيعي أو العادي ورح تلاحظ أنه والله مشتقة الإقتران الأسي والطبيعي هو حطط لك إياهم في الدرس الأول وحطط لك إياهم في الدرس الثالث فكلهم أنا شرحت لك إياهم مع بعض وحجبت لك إياهم بكرت لك إياهم عشان تفهمهم بالكامل أيضا في الأسبوع الثالث رح تشتغل على مشتقة الإقترانات الدائرية هاي المواضيع بسيطة ورح تكون على ما أعتقد رح تكون ثلاث فيديوهات بإمكانك يوم آه ويوم لا تدرسه وكل واحد بتتبع التعليمات اللي أنا حاطط لك ياه بهذا الفيديو في الأسبوع الرابع رح نيجي لمشتقتات ضرب والقسمة نتعرف على قواعد اشتقاق جديدة ورح نتعرف أيضا على المشتقات العليا المشتقات هنا نشتق أكثر من مرة إن شاء الله هدولا كلهم في الأسبوع الرابع بالإضافة إلى قاعدة السلسلة العامة ونشوف كيف نشتغل عليها وكيف نتعامل معها لما نيجي نبدأ في الشهر الثاني رح نبدأ والله بالأسبوع الأول في المعادلة الوسيطية موضوع بسيط جميل ودلالات المشتقات والمشتقات من رسم الإقتران والاشتقاق الضمني طبعا البعض بلاحظ أنه في عنده خمس مواضيع لكن إخواني هم هدولا مش كثار يعني انت دلالات المشتقات هي صفحة رح تكون في الدوسية صفحة صفحة وربع المشتقات من الرسم الإقتران هي صفحة صفحة وربع هدول مواضيع بسيطة بإذن الله تعالى المعادلة الوسيطية مش طويلة الاشتقاق الضمني والمشتق الثاني لعلاقات الضمنية هي صفحة صح هي عبارة عن عدة مواضيع أنت بتحكي عن خمس مواضيع لكنهم مش إطوال بإمكانك هدولا تشتغل عليهم بعدها رح نيجي في الأسبوع البعدة نحكي عن إشي اسمه الاشتقاق اللغاريتمي والتطبيقات الفيزيائية موضوعين بسيطات جميلات سهلات بإذن الله تعالى الآن بعديها في السبع أيام اللاحقة رح نبدأ في التطبيقات الهندسية إذا بدنا نيجي نعلق بس على التطبيقات الفيزيائية والتطبيقات الهندسية إخواني أنت ما عندك دروس في الوحدة الأولى بهذا المسمى إحنا عندنا أفكار متناثرة على الدرس الأول والثاني والثالث والرابع بيحكي عن أسئلة على التطبيقات الفيزيائية وعلى التطبيقات الهندسية أنا شو سويت رحت جمعت لك ياهم مع بعض وعطيتهم عنوان التطبيقات الفيزيائية بحيث أنك تعرف تقارن بناتهم تعرف كيف تشتغل على كل واحد مع بعضه نفس الإشي التطبيقات الهندسية وهذه التطبيقات الهندسية إخواني كثيرة ورح يكون فيها عدة حصص وعدة فيديوهات كثير في كل الدروس في عنا أسئلة عليها فأنا جمعت لك ياهم مع بعض وهدول فعليا بدهم عدد كبير من الأيام التطبيقات الهندسية يعني عندك 14 يوم رح تدرس فيه تطبيقات الهندسية بكل الأفكار اللي أجد فيه وبعديها في عنا جزء بسيط هيك اسمه التطبيقات العلمية فعليا هدول بدهم 14 يوم تطبيقات الهندسية ورح تكمل في الأسبوع اللي بعده برضو تطبيقات هندسية بيجي طالب بيسألني طب كيف هيك وكيف هيك أستاذي على سبيل المثال أنت شفت نازل 6 فيديوهات مثلا تطبيقات هندسية فأنا في الأسبوع الأول رح أدرس أربعة في الأسبوع الثاني بدرس اثنين بدرس اثنين مع تطبيقات العلمية رح يكون فيديو واحد شفت والله مثلا مثلا نازل خمسة بدرس هون ثلاث وهون كم اثنين بما أنه التصوير جديد فأنا ما يعني مش بالزبط كم فيديو رح يطلع لأنه أنا مصور لك يا تصوير كل جديد لجيلكم بإذن الله تعالى فعشان هيك بدك تنتبه له لأن بس تخلص الوحدة الأولى بهذا الشكل رح تكون خلصت الوحدة الأولى في عندك أسبوع رح تراجع الوحدة الأولى كاملة وتقدم لامتحانات الوحدة الأولى هسا فيه امتحانات أنا حاطط لك ياها في نهاية الوحدة هاي إن شاء الله رح نحلها مع بعض ونزلك ياهم بفيديو في خانة الفيديوهات بحيث أنك بعد ما تحل تشوف هل حل لك صح ولا لا ممكن أنت تبعث لي إذا قدمت الامتحار راجعت الوحدة وقدمت هاي الامتحانات تبعث لي أبعث لك حلولهم ورقيا لكن رح نحلهم بفيديوهات بإذن الله تعالى وتقدمهم وتشوف أنت هل حل لك صح ولا لا هاي لا الوحدة الأولى إذا أنت شفت وضعك تمام وامورك لا بأس فيها بإمكانك تبلش على خير وهادات بال بالوحدة الثانية الوحدة الثانية عنوانها تطبيقات التفاضل هي ثلاث دروس لكنها كلها طويلة وفيها أفكار كبيرة فبدك تيجي تعامل معها فعندك رح تبدأ في درس المعدلات المرتبطة بالزمن هسا درس المعدلات المرتبطة بالزمن بده عشر أيام أنا والله كنت منزلك أربع فيديوهات بتقسمها على عشر أيام أو خمس فيديوهات بقسمها على عشر أيام إحنا غالبا الفيديو عنا رح يكون بأغلب الفيديوهات حوالي الساعة هسا في أفكار قصيرة رح تكون والله نصف ساعة هاي بتكون ضمن الفيديو من فيديو لفيديو لكن المعدلات مثلا رح يكون كل فيديو بين الساعة ساعة وعشر دقائق ساعة إلا خمس دقائق بحيث أنك ما تشعر بإذن الله تعالى في الملد الآن برضو عشر أيام بدك القيم القصوى والتقاعر هاي فيها مجموعة من الأفكار دكت عامل معها طب ليش كاتب خمسة خمسة على أساس أنه إحنا في الشهر الثالث بيضل خمس أيام وبدك خمس أيام من الشهر الرابع ففعليا هذا بده عشر أيام شوف الوحد الثاني ثلاث دروس كل درس بده عشر أيام الآن العشر أيام اللي بعدها رح تشتغل على إشي اسمه تطبيقات القيم القصوى اللي هو الدرس الثالث في الوحدة مين الثاني بهذا الشكل الوحدة الثانية رح تأخذ معاك شهر كامل بتضيف عليها أسبوع بتراجع الوحدة الثانية كاملة وبتتقدم للامتحان اللي موجود في نهاية هذه الوحدة بإذن الله تعالى وممكن أنا أكون والله عامل امتحان للوحدة الثانية برضو تبعت لي وتأخذ إجابتك لهذا وتأخذ امتحان آخر إنك تتقدم لامتحان جديد بحيث تكون أكثر ممارسة وتكون إنك متعامل مع الوحدة الثانية ومتقنها بإذن الله تعالى الآن إذا أتقنت هذه الوحدة بإمكانك تطلع للوحدة الثالثة وهي وحدة جميلة وسهلة فيها ثلاث دروس كل درس بده أسبوع دروسها مش طويلة هي سبع أيام للدرس الأول الأعداد المركبة سبع أيام للعمليات على الأعداد المركبة وسبع أيام للمحل الهندسي بإذن الله تعالى ثلاث أسابيع بتكون مخلص الوحدة الثالثة ومتقنها بتأخذ أسبوع بعديها بتراجع فيه الوحدة الثالثة كاملة وبتتقدم للامتحانات اللي موجودة في نهاية هذه الوحدة سواء امتحان أو امتحانين بس إن خلصت كل الوحد بالشهر الخامس بتأخذ عشر أيام أسبوعين ما عندنا مش لنا أنا بعرف إنه عندك مواد أخرى بدك تراجع الفصل الأول كاملا براجع الفصل الأول كاملا ولازم أتقدم فيه امتحان بالفصل الأول كاملا طبعا أنا بفضل والله صح حطط لك فترة طويلة لكن أنا بفضل إنك تدرسه متتابعا يعني أنا حطط لك والله عشر أيام عشان تراجع الفصل الأول إذا بتقدر تضغطهم بس أنا ما بدي يكون على حساب المواد الأخرى أضغطهم أخلصهم مثلا في أسبوع بالكامل أدرسه أتقدم لأمتحان أشوف كيف وضعي هل أموري بالسليم ولا لا يا رب يا رب يا رب يا رب إنه هاي الخطة تكون واضحة عندك أي استفسار لا بأس إنك تبعث لي على الواتساب وتسألني بإذن الله تعالى أنا بساعدك قدر للمستطاع اتأخرت صار عندك أي ظرف خبرني بإذن الله تعالى أنا معاك حتى النهاية بذكر يدا بيد نحو العلامة الكاملة لا تنسى إلك مكان محجوز بالقمة لا تخلي حد غيرك يأخذه وإنتم من أصحاب الهمم وأصحاب القمم بإذن الله تعالى الله يعطيكم ألف ألف عافية دمتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة